أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أحمد طه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع الجودة مساراً إجبارياً وشروع التأمين الصحي الشامل الذي يهدف الإصلاح المنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة وخلال كلماته بالملتقى السنوي السابع للمنتدى الإفريقي للبحث العلمي والتعليم الصحي الذي عقد بالعاصمة الكينيا نيروبي أكد على توجيهات القيادة السياسية في مصر بإلزام جميع المنشآت الصحية على اختلاف أنواعها بتطبيق معايير الجودة والحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كشرط أساسي لتقديم خدمتها بمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر هذا وأشار إلى أن العدالة تعد أحد أبعاد الجودة الأساسية في تقديم الخدمة الصحية دون أي تفرقة على أساس جنس أو لون أو مستوى اجتماعي وهو ما ينعكس في شمولية منظومة التأمين الصحي الجديدة